بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنّ من التلفزيون المصري القناة الأولى يحكى أنّ أنا بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في كل يوم سبت هنبدأ فوراً الأسئلة بتاعتنا النهاردة وسؤالنا الأول هيكون مع زينب أحمد بتقول زينب إيه الوزن المثالي للولد خمس سنوات ونص وثلاث سنوات وثمان شهور للبنت طيب هو الوزن المثالي لخمس سنوات ونص هو 19 كيلو جرام تمام؟ والوزن المثالي لثلاث سنوات هو 14 كيلو جرام طيب أنا عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده عن طريق معادلة الوزن معادلة الوزن قلنا أن دي أبسط معادلة بتؤدي إلى نتيجة يعني قريبة جداً جداً من الوزن الصحيح وقلنا أن هذه المعادلة يمكن تطبقها حتى عمر ست سنوات وفي مدارس أخرى تقول يعني مدارس طبية تقول لا نطبقها بس لغاية خمس سنين أو خمس سنين ونص خلاص؟ لأن بعد كده بيبعى حساب الوزن بحاجة تانية خالص اتكلمنا عنها برضو في حلقات سابقة وهي عن طريق ما يعرف بيه مؤشر كتلة الجسم أو الbody mass index وده بيكون عبارة عن الوزن على الطول تربيع يعني الطول مربع بالمتر تمام؟ ده موضوع تاني يعني خلاص ده مش سؤالنا فعشان كده مش هنتكلم عنه طيب المعادلة دي عبارة عن إيه؟ المعادلة بتقول العمر بالسنوات في 2 زائد 8 دي تنطبق على الولاد وعلى البنات العمر بالسنوات في 2 زائد 8 طيب يبقى لما نيجي نقول أن الطفل مثلا عمره خمس سنين يبقى خمسة في 2 بعشرة زائد 8 يبقى 18 صح كده؟ لو الطفل عمره 6 سنين وقلنا أن ده الحد الأقصى يبقى 6 في 2 بـ 12 و 8 يبقى 20 يبقى الفرق ما بين الـ 18 والـ 20 اللي هو خمس سنين ونص بقى هيكون الوزن ده 19 كيلو فهمتوا قصدي؟ ده الخمس سنين ونص طيب في حين أن الطفل اللي وزنه عمره 3 سنوات قلنا 3 في 2 زائد 8 العمر بالسنين في 2 زائد 8 3 في 2 بـ 6 زائد 8 يبقى 14 كيلو يبقى أنا زي ما قلت لحضراتكم أن الطفل اللي عمره 3 سنين وزنه بيكون 14 كيلو نيجي بقى للطفلة اللي عمرها 8 شهور 8 شهور بنحط وزن الولادة إحنا اتفقنا وزن الولادة ما نعرفوش لأنه أحيانا بيبقى 3 كيلو أحيانا أقل أحيانا 3 كيلو ونص 3 كيلو ومية 3 كيلو ومية وخمسين فبنحط لنقول إيه؟ وزن الولادة زائد 2 كيلو وربعمية إيه هم الـ 2 كيلو وربعمية؟ الـ 2 كيلو وربعمية دول قلنا أنه هم عبارة عن إحنا بنقول الطفلة 8 شهور ده وزن أول 3 شهور لأن الطفل بيزيد وزنه بمعدل 200 جرام أسبوعيا قلناها في الحلقة اللي في أول الشهر 200 جرام أسبوعيا يبقى 800 جرام في الشهر يبقى 2 كيلو وربعمية في أول 3 شهور وكيلو و800 في تاني 3 شهور يبقى الطفلة لما يبقى عندها 6 شهور هنحط وزن الولادة زائد 2 كيلو وربعمية زائد كيلو و800 طيب بنكمل إزاي بقى؟ بنقول زائد كيلو و380 جرام الكيلو و380 جرام ده الوزن في 3 شهور اللي هو الشهر السابع والثامن والتاسع خلاص؟ طيب عارفنا منين؟ احنا قلنا أن الوزن بيكون يعني معدل زيادة هنا بيكون حوالي 70 جرام إذا عايزين الشهر الثامن ده بنشيل 460 جرام تمام؟ انتوا تحسبوها بطريقة بسيطة هي إجمالا إجمالا وزن الطفلة عند نهاية السنة الأولى يعني كمان 4 شهور أنا بقول لصاحبة السؤال بيكون 9 كيلو و700 جرام ده للبنت 9 كيلو و700 جرام بنسبة للولد بيكون 10 كيلو و200 خلاص؟ المتوسط بيكون 10 كيلو خلاص كده اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعد كده من إسلام مو هو الاسم كده بتقول بنتي عندها شهرين حل نمها قليل قوي وفي عياض جامد ممكن أعرف هل شرب المياه هيبقى مفيد في الجو ده ولا لا ومعادل أكل بالنسبة لها يبقى إمتى؟ طيب الطفلة عمرها شهرين مبدئياً يعني فعندها أسباب كتيرة قوي لعدم انتظام النوم وهي يعني في أسباب لعدم انتظام النوم في الشهور الأولى هي عندها شهرين أول سبب لعدم انتظام النوم هي طلب الطفل للرضاعة طول الوقت يعني أن الطفلة بتبعيز ترضع طول الوقت وده سببه انه كمية الرضعة اللي بتاخدها الأطفال في العمر ده في كل مرة بتكون قطرات بتكون قليلة جداً يعني انتوا بتفتكروا انه هما بيرضعوا بس هما الحقيقة بقى المعدل اللي بياخدوه بيكون قطرات قليلة قوي عشان كده الموضوع ده بيتكرر كتير والموضوع ده مجهد يعني بيستلزم مجهود تمام؟ يبقى أول سبب يخلي الطفلة ما تنامش كويس هي الرضع انها طلبها للرضع يعني عايزة ترضع تاني سبب ملابسات عملية الولادة يعني ملابسات عملية الولادة اللي هي الكدمات ووجع الجسم أو الطفل لما بينزل في الولادة الطبيعية يعني عملية الولادة الطبيعية حتى سحب الطفل خلال عملية الولادة الطبيعية سواء باليد يعني بالطريقة الطبية طبعاً أو باستخدام الملقاط الطبي أو ما شبه يعني ده بيؤدي إلى أن الطفل جسمه بيبقى واجعه والجسم ده بيفضل واجع الطفل عيني يعني شهرين وشهره وكلام ده كل لأنه بيتعافى من الحكاية دي طبعا عظام الأطفال مارينة بتتحمل ملبسات عملية الولاد ثالث سبب يخلي الطفلة ما تنامش كويس اللي عمرها شهرين هو تغيير المناخ الخاص بنوم الطفل يعني إيه تغيير مناخ النوم يعني الطفل اللي قتي في عالم جديد هو طول الفترة بتاعة الحمل وهو جنين فعالم تاني خالص عالم مغلق عليه بقى وخلاص حفظه وعرفه وعرف أوله وآخره وبيتحرك فيه ده وهو جنين اتولد بالسلام فأصبح في وسط جديد في مناخ جديد في عالم جديد اللي هو عالم الحياة بقى بتاعنا احنا ده فده بيؤدي إلى اضطراب النوم عندهم تمام طيب حكاية بقى أنه هم برضو ما بيناموش كويس في مقلقات للنوم في أسباب برضو تانية وطبعا احنا هنلخص الحضراتكم فيما يعرف بالمقلقات الداخلية والمقلقات الخارجية خلاص المقلقات الداخلية هو أن الطفل زي ما قلنا يكون جعان أو أنه يكون عنده ألم لقدر الله ألم يعني مغص أو ما شابه أو أنه يكون الطفل عايز يغير يعني متدايق مش بس عايز يغير يعني متدايق يعني حاجة وجعاه أو أنه وجعان أو متدايق دي المقلقات الداخلية أو عايز يتشال بيديه حاجة اسمها مقلقات داخلية أحيانا الأطفال بتبقى بتميل إلى النوم ما بين زراعي الأم أحسن من السرير ده في الشهور الأولى بس خلاص لأنه حتى يعني أقول لكم حاجة تستغربوها قوي حتى صوت دقات قلب الأم يعني أنت لما تبقي شيلة للطفل كده أو الطفلة خلاص وشيلة وحضنة كده وراسه بقى بتبقى هنا خلاص صوت دقات القلب المنتظم ده هو الطفل بيبقى سامعه لأنه بيبقى حطت ودنه هنا فصوت دقات القلب المنتظم ده بيساعد الطفل عنه شفتوا بقى إلى أي مدى يعني تمام دي المقلقات الداخلية المقلقات الخارجية بقى كتير قوي يعني اللي بيقلق الطفل أنه ما يعرفش هناك أنه مثلا يتشال من إيد لإيد أو أنه يكون لابس حاجة ديقة عليه وأنا هنا بنبه كتير قوي من الأمات والأباء يعني في عادة خاطئة تقول لي الأمات أو اللي هو أن الطفل يتلف الطفل آه بيقبي بنحطه في يعني في رداء كده خاص بيه بس ما يكونش مجدود قوي لأن الشد قوي دي الناس كتير قوي بتعملها وخصوصا أمهاتنا الكبار يقولوا إيه يعملوها عشان الطفل يعني جسمه يتماسك لا هو متماسك وكويس ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أتم صورة وفي أحسن صورة مش مستاهل من إيه نحن أن إحنا نعمله يعني رباط ضاغط غلط غلط الكلام ده أنا بقول ده لأنه بشوف أن فيه كتير قوي من الناس بيعملوا الحكاية دي حتى بيعملوها في المستشفيات يعني المفروض بقى الأطقم الطبية في المستشفيات ينبهوهم أن دي حاجة غلط أو أن الأطقم الطبية نفسها ما تكونش بتعمل بقى الغلط ده لأنه حكاية الربطة القوي دي دي بتضايق الطفل ممكن تخليه ما يعرفش ينام كويس تمام زي ما قلت ممكن يبعايز يغير ممكن يبعايز يتشال ممكن يبعايز يتشال دوشة ضوضاء والضوضاء دي مش لازم يكون أغاني يعني وبتاع لا الضوضاء دي إن احنا نكون بنتكلم فيه ناس كده يقولك ما احنا صوتنا ما احنا بنتكلم بصوت وقت بو الصوت ده انتوا مش فاهمين الصوت ده ضوضاء بالنسبة للطفل فما بالكم بقى بالضوضاء الصريحة زي إن احنا مثلا نبقى بالنايم الطفل وقريب منه الشباك والشباك ده على شارع والشارع ده فيه عربيات وكالاكسات وفرامل ومحلات مشغلة أغاني وبتاع فطبعا هينام ازاي فاهمين قصدي زي إن الطفل يكون فيه حاجة مثلا بتدايقه نموسة دبانة فاهمين قصدي كل دي حاجات احنا بسميها المقلقات الخارجية وعموما برضو عشان تبقوا فاهمين إن عدد ساعات النوم عند الطفل من الولادة لغاية شهرين بيكون حوالي 17 ساعة على مدار اليوم مش 17 ساعة متواصلة يعني لما بنقعد نجمع عشر دقائق في نص ساعة في ساعة في ربع ساعة لما تقعدوا نحسبوهم كده من سن الولادة لسن شهرين بيكونوا 17 ساعة من عمر شهرين لعمر أربع شهور بيكون 15 ساعة بقيت السؤال طبعا كان فيه إنه عياد جامد طبيعي إن الطفل يعياد إنتوا فاكرين إنه هو عياد جامد هو مش عياد جامد ولا حاجة هو الطفل طريقته في التعبير عن نفسه وفي طلب الشئ ما عندوش إلا طريقة واحدة ما عندوش حيال لسا بعد كده لما يجبر بقى ويتودك كده في الدنيا هيبقى عنده حيال كتير قوي يقول لنا بيها هو عايزه إنه ما هو في اللحظة الراهنة في الشهور الأولى من عمره لا يملك وسيلة للتواصل سوى البكاء هو تعلم إنه لما بيعمل السودة بيعيط كده خلاص كلنا بنجري عليه الأم بتجري وبتشيله وبتردعيه وبتغريله وبتطبطب عليه عليه خلاص هو حفظ ده خلاص لغاية كل ما هيجبر شوية بشوية هيبتدي يستوعب أن هناك طرق تواصل أخرى مع العالم المحيط به وعلى الرأس هذا العالم طبعا الأم فاهمين قصدي إنما في الوقت الحالي البكاء ده أمر طبي أهم حاجة إيه إنه ما يكونش بيعيط عشان جعان لا ما يكونش بيعيط علشان عايز يغير ما يكونش بيعيط لقدر الله عشان متألم فاهمين قصدي إنما هو عشان يرضع بيعيط آه إنما هو إيه ما يفضلش بيعيط على طول هو إنما هو لما يعوز يرضع هتلا هو بيعيط أما هو هيقول لكم إن أنا جعان إزاي إنتوا فاكرين إنه هو رضع لكن بعد عشر دقائق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة تلاقي الطفل بيعيط فنقول الله هو بيعيط ليه هو زعلان ليه كده هو زعلان عشان جعان لس هو عايز ياكل لس مش معنى كده إن أنت أكلتيه غلط لا معنى كده إنه هو لما جيه ياكل المرة الأولى كال على قده كال حبة صغارية لأنه بيرضع حاجات صغيرة وهكذا ما تسيبيش الطفل من غير غيار ما تسيبيش الطفل من غير شيل لازم تشيله والطبطبي عليه طول الوقت طول الوقت في الشور الأولى دي شرب الميا ممكن جدا بعد نهاية شهر التاني طبعا في الأجواء دي أو حتى بعد كده كمان بعد كل رضعب ندي من 1 إلى 2 ملي متر مكعب من الميا طبعا موعد الأكل مش دلوقتي خالص أنا بتكلم بقى على آخر سؤال موعد الأكل ده بعد نهاية الشهر السادس السؤال اللي بعد كده من آية علي آية بتقول ابني عنده أربع سنين تمام حرارته ارتفعت علشان خرق في الشمس لا قدر الله معلش فديته لبوسة بسطلع مكتوب على العلبة ما تنفعش لأقل من ست سنوات ولسه درجة الحرارة مرتفعة طبعا ده كلام يعني درجة الحرارة مرتفعة واحنا بنبعث للبرنامج برضو هل فيه ضرر على الطفل وعالج إزاي درجة الحرارة اللي لسه مرتفعة وجزاك الله كل خير طيب جزاك الله أنت كل خير يا آية يعني طيب هنقول أولا أن أعرض ضربة الشمس مش بس ارتفاع في الحرارة ده هي حتى ارتفاع الحرارة بيكون 40 درجة فأكثر يعني درجة الحرارة بتكون 40 فأكثر وبيكون مصاحب لها تغيرات في حالة الوعي أو السلوك فهيئت بقى تشوش أو هياج عصبي أو تداخل الكلام وبيكون فيه سخونة في الجلد وبيكون الجلد محمر وبيكون فيه جفاف للجلد أو تعرق شديد وبيكون فيه غثيان أو قيء أو سرعة ضربة قلب أو سرعة تنفس وفيه يكون فيه صدع شديد أو نوبات تشنجية أو إغماء أو غيبوبة كاملة طبعا لقدر الله كل الأعراض دي أعراض ضربة الشمس يعني أسباب ارتفاع الحرارة كتير مش بس الخروج في الشمس يا آية مش بس الخروج في الشمس لأن انت لخصتي الموضوع كله أنه سخن عشان خارج في الشمس لا هو خارج في الشمس لازم يكون بقى لو عنده لقدر الله ضربة شمس يكون معاه الأعراض دي كلها خلاص طبعا يعني أسباب أن الحرارة ترتفع في العمر دا اللي هو أربع سنين أسباب كتيرة جدا جدا خصوصا أن احنا في فصل الصيف مش معنى في فصل الصيف أن أغلب المواد الغذائية بتفسد أو فترات صلاحيتها بتقل نتيجة الحرارة الشديدة حتى الحاجات اللي بتحط في التلاجة على فكرة بتلاقيها بطبوس برضو لأن في الحر الحاجات دي بتبوس فاهمين قصدي منتجات الألبان والأكل والحاجات دي كلها لو الطفل كان حاجة مثلا ومكملنهاش وإحنا قلنا هيكملها كمان شوية ممكن يحصل لها تغير ما بلكم بقى بالأكل برا الأكل برا للأسف الشديد في أوقات كتيرة جدا جدا ما بيكونش فيه احتياطات سلامة واحتياطات أمان أنا بتكلم هنا عن الأكل اللي على الشواطئ واللي في النوادي والحاجات دي كلها حكاية اللبوس الخطأ طبعا هو خطأ أن اللبوس لازم يتاخد في سن ست سنين ولكنه مرة واحدة خلاص ما فيش مشكلة ما فيش حاجة بإذن الله عدد لأنه الدواء بيبقى له عمر افتراضي جوه الجسم والجسم بيتخلص منه على طول لكن تعليق الأخير بقى يا آية أن فيه خطأ شديد من حضرتك في إرسال السؤال أصلا على وسائل التواصل رغم أن الأمر حالة طبية عاجلة يعني إيه عندك ابنك حرارته اتفعت بتروحي للدكتور يا آية بتروحي للدكتور بتاعه إذا الدكتور بتاعه مش متاح بتروحي لأي مكان طبي دكتور تاني أو مركز طبي أي حاجة قريبة فهم قصدي مش نبعت لبرنامج لأنه الله أعلم طب ماذا لو ما كناش اخترنا السؤال ده يعني ما كناش شفناه فهي أنت قصدي دي حالة طبية طارقة ما تستنيش فيها رأي برنامج أي أن كان حتى لو البرنامج ده إحنا صح كده هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة يحكى أن مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة وهنستكمل فيها حلقتنا مع حضراتكم أنا بس عايز أعلق على السؤال الأخير اللي كنا بنجاوب عليه في القسم الأول أنا بكرر تاني لصحبة سؤال آية أعتقد أن أنا فكر الاسم صح يا آية ويا كل الأمهات ويا كل الآباء ما تعملوش كده تاني ما تعملوش كده تاني لما يكون عندنا حالة طرقة نتوجه إلى المكان الطبي نتوجه إلى الطبيب ما نبعدش نسأل برنامج ولا نتصل ببرنامج ولا نبعد رسالة لبرنامج أبدا دي حالة طبية طرقة ارتفاع الحرارة دي أنت في الأول خالص بنشوف هل هو خد دواء حرارة قبل كده الحالة دي اتكررت قبل كده فأخدنا يعني أكيد يعني معظم الأطفال بيجيلهم ارتفاع في درجات الحرارة على مدى يعني عمره تمام طيب أبتدي بالموضوع ده واستنى دايماً إحنا كده في حالات ارتفاع الحرارة نقول نستنى كده نستنى مثلاً إيه بنكون الانتظار ده من 24 ل 48 ساعة ماكسماً كحد أقصى يعني ليه نقول إيه ممكن تبقى حاجة فيرل يعني إيه حاجة فيرل يعني حاجة فيروسية مش بكتيرية طيب الفيروسية دي بتظهر في أعراض تانية طيب ولا حاجة بكتيرية لقدرها يبقى بناخد خفض الحرارة ده وبنشوف حصل تأثير إيجابي إن شاء الله حصل ما حصلش أو الحرارة علية بقى زيادة لا نروح بقى للدكتور على طول يعني كل فترة السماح اللي مسموحة أو المتاحة لحضرتك يا آية ويا كل الأمات إحنا بنتكلم من 24 ساعة يعني يوم هو يوم إلى يوم ونص يعني قبل اليوم التاني كده ما ينتهي لازم نكون واخدين إجراء لا قدر الله لو كانت الحرارة لم تستجب لمخفضات الحرارة فهمتوا قصدي؟ أنا بقى كررهو إحنا بنرحب بأي سؤال ولكن لازم الأمانة تقتضي إن أنا أنبهكم إلى إن في حاجات أو حالات السؤال هنا مربج جدا يعني عندنا حالة زي بالزبط المواحد يبعط يقول لس أنا ابني عنده نزيف والجرح بينزف أعمله إيه؟ طب بتبعت لبرنامج ليه؟ أنت تنزل على طول تروح مكان طبي جنب بيت مستوصف مستشفى مركز طبي عيادة طبية تتصرف إنما طب ماذا لو البرنامج ده ما ردش على سواك؟ هنفضل كده؟ تفاهمين قصدي؟ اللهم ما بلغت يعني اللهم ما فشل نكمل أسئلات أم عائشة بتقول ابني عنده 11 سنة كويس عنده حالة نفسية ليه بس؟ بياخد الحاجة اللي مش بتاعته آه دي كده حاجة وحشة طبعا دي يعني هي السرقة مش هنجمل الكلام والحقيقة إن السرقة في مرحلة الطفولة الأولى الطفل فيها ما بيكونش يعني الطفل اللي يدرك حدود ملكيته الخاصة يعني إيه حدود ملكيته الخاصة يعني الطفل فاهم إن احنا على طول بنجيب له ألعاب وبنحاول نلعبه هو معتقد إن كل حاجة في الكون دي بتاعته لكن المرحلة دي مش إلى مالة نهاية لا ده المرحلة دي بتكون من يعني آخرها ثلاث سنين إلى خمس سنين كحددات من ثلاث سنين إلى خمس سنين نهاية هذه المرحلة إيه هي المرحلة هي عدم معرفة الطفل بحدود ملكيته الخاصة بطريقة أخرى أو بمعنى إن الطفل ما يبقاش مميز أوي إيه اللي يخصه أو إيه اللي يملكه وإيه اللي التانين يملكه فتلاقي مثلا الطفل في الحضانة أو في بداية سنين المدرسة ممكن عادي جدا يروح واخد ألم أو أخد مقلمة مش بتاعته هنا ده مش طفل ده مش لص مش بيسرق خلوا ملكه قوي بالحكاية دي أنا بتكلم على إيه أنا بتكلم على السنين لغاية ثلاث سنين لغاية خمس سنين من ثلاث سنين لخمس سنين خلاص كده طيب لغاية عمر ثمان سنوات بقى يعني لو الحكاية دي استمرت لغاية سن ثمان سنين لا ما بنقولش كده إن المساء العادية بنصنف هذا الأمر على إنه خلوا بالك سلوك ما قلناش حاجة تانية برده نعم نقول له آخرنا ثمان سنين يبقى الطفل هنا تعالى بقى أنت بتعمل كده ليه أنت بتعمل كده بليه بنتناقش معاه والكلام ده كله يعني لغاية ثمان سنين مقبولة من سن بقى فوق الثمان سنين وتحديدا بقى من عشر سنوات فأكثر لا يصنف الأمر هنا على إنه حالة خطيرة وأي حالة خطيرة أي حالة في الدنيا لازم نعرف أسبابها طب إيه أسبابها إيه أسباب إن الطفل ده ممكن يسرق هي طبعا الأم ما قالتش تفاصيل ما قالتش ده هو بيعمل كده حاجة في البيت ولا حاجة في المدرسة ولا حاجة عند في زيارات أقارب ولا إيه بزاق ولا لما يبقوا في مكان عام ولا إيه الأسباب كتيرة أو يوم متعددة أول هذه الأسباب هو تعويض النقص الطفل يشعر بنقص فيعوده الطفل يشعر بنقص فيعوده الطفل حاسس إنه هو الأطفال اللي حواليه عندهم شيء مش عنده طول الوقت هو حاسس بنقص ممكن النقص ده يبقى من أول الأكل الطعام من أول المستلزمات الدراسية إنه يبقى مش لابس ساعة إنه ما يبقاش عنده تليفون واخدين بالكو وهنا الحقيقة زي ما فيه لوم شديد على الطفل وطبعا هنا أمر يستوجب المراجعة والعلاج وكل حاجة على الطرق على من ناحية أخرى يعني لازم نخلي الأمهات والأباء يراعوا جدا إن أبنائهم ما يكونش عندهم حالة من التباهي بالأشياء اللي بيملكوها وإنهم ما يعودوش يحكوا طول الوقت عنها فاهمين قصدي؟ لأنه وارد جدا أن يكون هناك طفل في محيط ابنكم أو بنتكم ما عندوش الحاجات دي كلها ما عندوش الألعاب دي ولا اللبس دا ولا الخروجات دي ولا السفريات دي وما عندوش حاجة خالف فيبتدي هذا الطفل اللي هو اللي عنده المشكلة دا يبتدي يستشعر بنقص شديد جدا في الإمكانيات المتاحة عنده دا من أهم الأسباب اللي تخلي الطفل يسرق مش مبرر أنا بقول لكم الأسباب كمام؟ تمام؟ في أطفال بتسرق للفت الانتباه أيوة في أطفال بتسرق عشان ننتبه له عشان يكون حدث يكون يعني مش ننتبه ليه هو يعني ننتبه للحدث دا يعني يشعر أنه يفعل شيء فبناءا عليه الناس يقول هو فين يا جماعة على التليفون اللي كان هنا هو فيه هو كذا بتاع فيبتدي هو يشعر بغبطة وبسعادة داخلية يشعر ببهجة كده أنه هو عمل شيء خلى الجميع ينتبه أو يتساءل أو أن الجميع فيه حيرة فاهمين قصدي؟ لكن هو مدرك في السن دا أنه إذا قال أنا يا جماعة اللي عملت كده هو هيعاقب فبيداري بقى إنما بيكون هنا الغرض هو إحداث هذه الحالة من الانتباه زي ما قول ممكن يكون من أسباب السرقة أن الطفل بيكره صاحب الشيء اللي تسرق منه الحاجة فاهمين قصدي؟ يعني فيه طفلي مثلا في المدرسة أو أطفال في المدرسة فيه طفل يعني كاره الطفل دا كاره أنه يبقى عنده الحكاية دي كاره أنه هو عم متفوق كاره أن المدرسين بيحبوه أكتر كاره أنه هو مثلا فيه عربية بتجيبه وعربية بتوديه كأنتوا فهمين قصدي الأطفال حسابتهم غير الكبار الكبار بيحسوا أحيانا بالديء أو بشاعر الكراهية مرة تانية وتالتة ومليار دا مش مبرر أنا بقول لكم الأسباب النفسية اللي تخلي الشخص أو الإنسان يسرق خلاص فالكراهية كراهية صاحب الشيء دا تخلي أطفال أحيانا اللي عندهم مشكلة السرقة يسرقوا منهم حاجة وكأنهم بيعقبوهم أو بيضيقوهم كمان من أسباب السرقة حاجة تستغربوها قوي التدليل الزائد الدلع آه إن الطفل عمل كده مرة وعارف إنه هو مش هيتعاقب فالدلع الزائد يخلي الطفل يقول ما أنا هاخد مثلا هاخد فلوس بتاعت بابا مش هيعمل لي حاجة ما هو بابا بيحبه هاخد الحاجة الفلانية من عند ماما مش هتعمل لي حاجة هاخد ده من عند جدتي من عند جد التدليل الزائد اللي هو الدلع الزائد يخلي الطفل أحيانا يلجأ أو يعمل هذا السلوك إجمالا السرقة عادة مكتسبة وليست سلوك فطري ودي نقطة مهمة قوي دي نقطة مهمة قوي عارفين ليه لإن دي اللي بيتحدد على أساسها فلسفة العلاج ما هو مرض يستلزم علاج فما فيش مرض في الدنيا يعني ما فيش حالة في الدنيا إن فيه سارق عنده جينات سرقة لا دي مش موجود يعني عنده في الجينات بتاعته أو الشفرة الوراثية بتاعته إنه هو لس لا هي عادة مكتسبة والعادات المكتسبة يمكن التعامل معها طبيا وسلوكيا ونفسيا وما شاب فهمته قصدي أنا بس إيه عشان أي حد عنده المشكلة دي في محيطه ما يقلقش ما يقول لس أنا ابني كده أو هو بقى أو حد بس يقول إيه ما هو أنا أصل هو بيعمل زي مامته أو بيعمل زي بابا هقول لكم إزاي دلوقتي خلاص كده؟ لا فيه فرق ما بين التقليد وفرق ما بين إن إحنا نتصور إن دي حاجة وراسية السرقة الزكية علاجها أصعب يعني إيه السرقة الزكية؟ ما وفيه سرقة غبية إن الطفل يسرق حاجة ويترك أدلة حواليه تشير إلى إنه هو هو الفاعل فدي دي سهلة دي علاجها سهل إنما السرقة الزكية لا صعبة في علاجها لأنها بتؤكد أو بتشير إلى أن هذا الطفل استخدم ذكاؤه ليبعد عنه الشب فهنا الأمر صعب السرقة المعتادة علاجها أصعب من السرقة الطياري أو السرقة مرة واحدة يعني ممكن طفل سرق مرة واحدة لا فيه أطفال على فكرة بيروحوا يقولوا لأهليهم يقولوا لأهليهم أنا يا بابا أنا خدت الحاجة الفلانية مثلا من المحل كنت بقى بشتري حاجة والرجل وهو جوه روح تواخد شوكولاتاية مثلا فاهمين قصدي؟ يعني دي حاجة كده فيه أطفال بيحسوا إن ده غلط هم عملوه بس بيحسوا إنه غلط فعشان كده أنا بقول لكم السرقة المعتادة مشكلة إنما السرقة العابرة مش مشكلة قوي لأن يسهل التعامل معها سواء إحنا اكتشفناها أو إن الطفل اعترف لنا به السرقة الجماعية أخطر من السرقة الفردية ليه؟ لأنه لما تلاقي مثلا تلاتة مشتركين في سرقة واحد يعني تلاتة أطفال في المدرسة بيسرقوا حاجة من حد دي برضو علاجها أخطر لأن فيها تشكيل بقى تشكيل حصابية يعني فيها لازم تعامل بطريقة معينة وصف الطفل بالصارق طول الوقت هو خطأ حتى أثناء العلاج حتى لو هو سرق خلاص؟ خطأ لأنه إحنا قلنا دي حالة مرضية تستوجب العلاج خلاص؟ لما بيجبر ويكون مسؤول عن تصرفاته بنسبة كاملة بيكون حالة قانونية أو حالة جنائية بقى القوانين بتاخد مجرى إنما طول ما إحنا في سن الطفولة إحنا بنتعامل مع اضطراب سلوكي أو مرض مرض نفسية عدم توعية الوالدين للأطفال بحقوقهم برضو غلط لازم تقولوا للأطفال حقوقك وإيه الحاجة دي بتاعتك ما تدعش لحد ما تاخدش حاجة من حد دي كذا إحنا في مكان دلوقتي الحاجات دي مش بتاعتنا إحنا بنختار منها حاجة لو إحنا ما سأل في محل أو إحنا بنتفرج إحنا مشتريناش حاجة ما دفعناش فلوس فلازم نفهم الطفل حقوقه وواجباته كمان من النقطة المهمة أوي عدم شرح الوضع المادي للأسرة يعني فيه أسر تقولك أنا هجيب ابني ولا بنتي كده اللي عندهم خمس ست سنين ولا عشر سنين وقوله يا ابني إحنا مستوانا المادي يعني على قد حال لا ما فيهاش حاجة ما فيهاش أي حاجة لازم الطفل يكون واعي تماما بقدراتك المالية كأب وقدراتك كأم علشان يبقى فاهم إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش أخيرا النقطة بقى أو النقطة القابلة أخيرة اللي عايزة أقولها لحضراتكم اللي كنت لسه بقول إن فيه ناس ممكن تفتكرها حاجة وراسي فيه أمهات مثلا زوجات يعني بيفتشوا في حاجات الزوج وفيه العكس يعني بس أنا بقول يعني حتى دي بتيجي في الأفلام والمساس تلابس تلاقي الزوجة بتفتش في حاجات الزوج كده تفتش في تليفون وتفتش في ملابسه فاهمين قصدي لما الطفل بيشوف ده بيترسخ فيه وجدانه إن ده ممكن يبقى سلوك مقبول فممكن هو كمان يعمل كده وما فيش مانع بقى إنه لو لأ حاجة ما هو مش عارف ماما بتاخد حاجة ولا لأ بس هي ممكن تكون هي بتفتش لأسباب نفسية عايزة تعرف جزها ده بيعمل حاجة غلط بيعمل مش عارف إيه في أسباب يعني هو ده غلط في كل أحوال أنا مش بقول إن هي لازم تعمل كده خالص أنا بقول لكم غلط فأحيانا بقى الزوجة هي بتعمل كده أو الأم هي بتعمل كده مش إنها تخلي بالها يعني إن ابنها أو ابنتها ما يشوفوهمش لا المفروض هي ما تعملش كده من الأساس بس عايزة أقول لكم إن فيه بقى ابناء بيشوفوا أمهاتهم بيعملوا كده وبيشوفوا يعني بيبقى الموضوع هنا بقى تقليد وليس فطرة أو ليس يعني وراسة وأخيرا دي حالة طبعا تستوجب العلاج لدى تخصص طب بنفس الأطفال هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معاك أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة واللي بنستكمل فيها إجابتنا على أسئلة حضراتكم ببعته لنا يا جماعة في أي موضوع أنتوا عايزينه لأن الحلقات دي إحنا بناخد يعني كل ما كانت الموضوعات متنوعة كل ما ده كان مفيد لنا والحضراتكم بكل تأكيد السؤال اللي بعد كده سؤال من شايماء وتيتو يعني بيقول السؤال إيه لو سمحت يا دكتور بنتي عندها سنة ونص تمام ما طلعتش غير سنتين فوق واثنين تحت يعني أربعة وشعراء خفيفة طيب أولا نبدأ يعني كلامنا سنة ونص يعني سنة ونص العمر وأربع أسنان في العدد هل ده معدل كويس؟ الحقيقة أنه معدل مقبول مش كويس يعني هو مقبول مش وحش بس هو المفروض أنه إحنا بقى ندخل في عدد أسنان أكتر شوي بس عايز أطمن حضراتكم لأكتر من نقطة من خلال أكتر من نقطة أول نقطة أنه فيه بعد عمر سنة ونص تحديدا سرعة عملية التسنين بتبقى زهوء الفرق ما بين زهور سنة وسنة أخرى أقصر فهتلاقوا مثلا إيه؟ يعني ممكن نقول مثلا أن الأربع أسنان دول ظهروا فترة معينة ممكن تلاقوا أربع أسنان تانيين ظهروا بقى أربع كمان وغير اللي فاتوا يظهروا فترة أقل بكتير بعد سنة ونص تحديدا الحكاة دي يعني بيبقى خلاص قدرة بقى الجسم على استخلاص الكالسيوم أعلى مصادر أو تنوع المصادر الغذائية يعني في غذاء الطفل بتكون أكتر فهمتوا قصدي؟ فبالطفل بيحصلوا بقى تصارع في عملية التسنين تمام؟ لكن ده لا ينفي أن ننبه حضراتكم لأن الطفلة هنا لازم يكون فيه مصادر كالسيوم متنوعة في أكلها وبرضو فيتامين دال مصادر الكالسيوم إحنا قلنا أنتوا كلكوا حفظين أن الكالسيوم موجود في اللبن اللبن الحليب موجود في الزبادي يعني موجود مشتقات الألبان ولكن يوجد مصادر رهيبة غنية جدا بالكالسيوم تتفوق حتى على الحاجات دي يعني تتفوق على الألبان وتتفوق على البيض إيه هي؟ الخضروات الخضراء أي حاجة ورقها أخضر مليانة كالسيوم ملوخية بقدونس سبانخ أي حاجة ورقها أخضر فيها كالسيوم تمام كده؟ السمسم السمسم يعتبر من أغنى المصادر الغذائية في الكالسيوم والسمسم زي ما قلنا سهل جدا أن إحنا ندخله في المخبوزات يا سلام بقى لو فيه سمسم وطمر اللي هو زي العجوة ده ده فيه حديد وده فيه كالسيوم ويعني حاجة عظمة جدا فهمتوا قصدي؟ دي حاجة مهمة أو الأسماك وأنا هنا بكرر ندائي للأمهات أني لازم كل الأمهات يعني يكتهدوا مش أنتوا طول النهار يا جماعة مسكين التليفون مش طول النهار مش قصدي حاجة مسكين التليفون وسكين التابلت وتتفرجوا على الحاجات وتتفرجوا طول اليوم على برامج الأكل والحاجات دي كلها اكتهدوا بقى في طرق لعميل السمك عشان ولادكوا يحبوا السمك لأن كتير قوي من الأسر يقولوا لي إحنا أولادنا ما بيحبوش سمك خال ما لهمش في سمك خال ما يحبوش ريحة ويحبوش كذا في حين أن في يعني أنا أقدر أتفاهم ده في طرق إعداد السمك بالطرق التقليدية اللي هو المشوي وزيت ولمون وردى ومقلي في طرق تانية خالص لعميل السمك يعني كفتة السمك دي من أحلى الأكلات اللي الأطفال ممكن يحبوه خلاص السمك في الفرن ده يعني ممكن القطع اللحم بقس الأبيض دي بتاع السمك ما بتحط في الفرن وبتحط عليها خضروات وحاجات كده وبتاع وطريق الطهي معينة بتخلي طعمه رائع جدا جدا وفي نفس الوقت الأطفال يستفيدوا جدا جدا السمك من أغنى المصادر في الكالسيوم فلا يجب تفويت هذا المصدر حتى لو الطفل عمره سنة ونصف حتى لو طفل عمره سنة ونصف بتاخد قطع صغيرة من اللحم الأبيض بتاع السمك السمك المسلوق حتى خلاص أو حتى لو عملنا السمك بالطرق ده ممكن نديها بقى كده قطع صغيرة قوي من اللحم الأبيض من قلب السمكة من جوة هتكون مفيدة جدا جدا لها بخلاف احتواء السمك على الأوميجا ثري والأوميجا ثري ده مهم جدا جدا للزكاء عند الأطفال بالنسبة لصحة الشعر فأنا مش هقول غير جملة واحدة سنة ونص شعر الطفلة لسه بدري قوي للحكم عليه أن يكون خفيف أو تقيل هو كل حاجة بتتطور وشعر السنة ونص هو بيبقى شكله عامل كده هتقولي لي طيب ده أصل بنت أختي عندها سنة ونص برضه وشعرها قتل هقولك ملكيش دعوة لأنه كل الشعر التقيل والشعر الخفيف لتنين هيتغير طبيعة شعر البنات لا يمكن الحكم عليها بأي شكل من الأشكال قبل عمر البلوغ لأنها مرتبطة نمرة واحد بالحالة الصحية العامة للجسم نمرة اتنين بهرمونات الذكورة والأنوس أنا بكلم عن الولاد وعلى البنات فكل المطلوب من حضرتك هو العناية بهذا الشعر ما تشغليش بالك بطبيعته دلوقتي ما تشغليش بالك هو خفيف ولا تقيل ما تشغليش بالك هو بيلمع ولا مط يعني كده ما بيلمعش ما تشغليش بالك هو لون وعمل ازاي ما تشغليش بالك هو تقيل في حتة وخفيف في حتة ما تشغليش بالك هو ناعم ولا كرلي ولا اللي هو يعني ملولة وكرا شوية مش عايزة أقول مجعب خلال بتشغيلش ملك بكده خالص لأن كل ده هيتغير كل المطلوب إيه؟ أن الشعر ده يكون نظيف يكون فيه عناية ويكون فيه اهتمام بصحة الطفلة دي لأن الشعر ده جزء لا يتجسأ من جسد الطفلة تمام؟ السؤال بعد كده من أمولة حسين أمولة حسين محمد بتقول السلام عليكم لو سمحت كنت عايزة أسأل ابني عنده شهر ماشي الحمد لله على سلامتكنتو الاثنين ومن ساعة ما تولد وهو بيحزق لما ييجي يعمل حمام والبراز بتاعه متماسك جدا أنا أم الأول مرة ومش عارفة أعمل إيه وكشفنا عليه الدكترة كتب وعلاج بس مش بيعمل نتيجة وحاجة كمان بيكون نايم وبيتخض ويعاية وهو نايم إيه الحل؟ طيب نبدأ بالأول موضوع هو موضوع الحز طيب يعني إيه الحز السؤال ده اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي طبيعي؟ آه طبيعي يعني الطفل ده مش عيان؟ الطفل ده مش عيان الحز ظاهرة طبيعية تميز كل الأطفال في خلال أول تلات شهور من العمر وأحيانا يمتد الأمر كمان إلى حتى ما بعد نهاية الشهر الرابع تمام؟ وده سببه ببساطة اختلاف طريقة التغذية الطفل ده لما كان جنين هو دلوقتي عمره شهر لما كان جنين تزعة شهور كان بيأكل طريقة تانية خالص اختلاف طريقة التغذية واختلاف طبيعة الغذاء هم اللي بيؤدوا لهذا الأمر كمان يعني الحياة بس أنا مستوقفني نقطة أنا آسف مستوقفني نقطة هي أنت بتقولي كشفنا عند ده كترة وكتبوا أدوية أنا مش عارف إيه الأدوية يعني إيه الأدوية مفيش أدوية للحز هي الأدوية بتكون خاصة بالتقلصات والمغس وكده وبتقولي أنها بتجيبش نتيجة وده وارق وده طبيعي هي لأنها أدوية خاصة بالمغس أو بالتقلصات مش خاصة بالحز الحز ده طبيعي جداً طبيعي أو ده كمان الأطفال يعني بتحزق من غير عملية الإخراج يعني أنا كمان أنت في وضع كويس أن أنت بتقولي هو بيحزق لما يجي يعمل براز لا ده الأطفال بتحزق كده على طول بتحزق يعني بشكل كده مجاني يعني من غير ما تعمل إخراج ولا حاجة بتبقى بتحزق وده ظاهرة طبيعية تماماً وبطمن حضراتكم أنه هو بينتهي وبيختفي مع نهاية الشهر التالت أهم حاجة بس أن يكون بيقل بس أهم حاجة برضو أن إحنا ما نكونش بنعمل أخطاء تخلي الطفل ده عنده مغس أو عنده تقلصات فتخلي الحزق ده بقى بسبب التقلصات والمغس إيه هي الأخطاء؟ طيب أول حاجة رضاعة الهوى يعني إيه رضاعة الهوى؟ يعني الطفل لو بيرضع صناعي نكون بنرضعه بطريقة غلط يعني أن إحنا حطين الببرونا في أحد جوانب الفم ونفس الحكاية في اللبن الطبيعي على فكرة في الرضاعة الطبيعية لازم الطفل هو بيرضع يكون بقه لازق في منتصف الثادي مش في أحد جوانب الثادي يعني ما يكونش الطفل حطت وشه كده على جنبه من الجوانب وده غلط لأنه في كل مرة هو بيحاول يرضع فيها بيرضع معاها هوا فده بيسبب التقلص والمغس يبقى قلنا أن الرضاعة الهوى دي بتحصل فيه الرضاعة الطبيعية اللي هي من الثادي أو من الرضاعة الصناعية يبقى دي أول حاجة غلط إحنا نكون بنعملها وفي نفس الوقت بتؤدي أهو إلى تقلصاته المغس إيه تاني ممكن يكون بنعمله أن يكون في حالات الرضاعة الصناعية أن يكون اللبن الصناعي غير ملائم للطفل يعني إيه يعني لازم طالما أنا لاحظت كده أبقى على تواصل مع الطبيب وأقوله يا دكتر طبعا الطبيب مفروض أنه بيقول من نفسه بس أقوله على فكرة هو عنده إمساك أو بيحزق قوي عشان يعمل أو أنا حاس أنه عنده مغس على طول عرفتي منين يا سيد تقولك مثلا إيه لما يبقى نايم على ظهره تلاقي كده بطنه بترتعش كده وبياخد على طول رجلنا حيط بطنه فده نقول لا آه ده صح أنت كلامك مصبوط وعرفتي كمان من نوع العياط تقولك إزاي تقول لها نوع العياط بيبع علي قوي يبقى نعرف أن الطفل ده متألم من حاجة طبعا ربنا يشفي ويخفف عنه خلاص كده يبقى ده معناه أن النوع اللبن الصناعي اللي هو ماشي على الطفل ده مش ملائم فبقى إيه الحل بنغير النوع عادي خالص أما ليه لما بنروح الصيدلية ونقول للصيدلة كده إيه هو اللبن الصناعي فين هيقولك أوه تفضل كده بص تبص كده تلقوا أنواع كتيرة قوي قوي عشان ده مش ملائم فناخد النوع التاني دول مش ملائمين ناخد النوع التالت وهكذا وهكذا وفيه نوع تبص تلقوا خاص بالانتفاخات وفيه نوع خاص باللاكتوسفرية وفيه نوع مش عارف إيه وهكذا ونوع مدعم بالحديد ونوع مش في الحديد وارد جدا حاجة مش غلط ولا عيب ولا حرام ولا حتى الدكتور قصد إن هو يعمل معاكو غلطة خالص هو بيجرب فجربنا النوع ده خلاص مفيش مشكلة هنلغي النوع ده وهناخد النوع التاني ما تاخدهاش يعني إيه بديء أو كده من ضمن الأخطاء برضو طعام الأم اللي بتردع بقى طبيعي لو أنت بتاكل حاجات فيها دهون كتير لو بتاكل حاجات فيها توابل كتير ده بينعاكس على لبن الرضاع وده بيؤدي إلى مغس وتقلصات تمام بالنسبة لشرب المياه هو من نهاية الشهر التاني وعلى فكرة كلما انتظمت عملية تقديم المياه للطفل بعد الرضعة من ملي إلى 2 ملي من ملي إلى 2 ملي بعد كل رضعة خلاص ده بيؤدي إلى انتظام الجهاز الهضمي واختفاء حكاية الحزقة دي حكاية بقى أن الطفل بيتخضوا وهو نايم دي الرجفات دي أو الخضة دي اللي هي الرعشة دي دي حاجة طبيعية جدا وده بتحصل على فكرة أكتر طبعا أثناء النوم يعني ما بتحصلش والطفل صاح حاجة طبيعية تمام لو الطفل عمل كده شايفين إيه دي عملت إزاي عمل كده مرة واحدة وده برضو حاجة بتختفي من تلقاء نفسها ملاش أي مدلول طبي يعني هي مملهاش هي كل الأمر أنه عدم انتظام لسه أصدق الإنسان أو الجسم البشري شيء معقد جدا يعني شوفوا أجدع اختراع في الكون اتعمل أجدع اختراع في الكون اتعمل ما يجيش الميكانيزم التاعه ودقته وصعوبته واحد على مليار من الجسم البشر فلسه الطفل اللي مولود ده اللي عنده شهر ده لسه فيه حاجات كتيرة أو بتتزبط العضلات دي بتتحرك نتيجة وجود عناصر معينة زي الكالسيوم وزي البوتاسيوم وزي حاجات كلها فبتتجرب فلما بتتجرب بيحصل الحكاية دي عشان نوصل لحالة التوازن ده فيه حاجات 99% من الحاجات بتتزبط أثناء ما الطفل بيكون جنين وبيتولد جاهز به وبيفضل 1% كده بتزبط لما الطفل ايه يتولد خلاص البكاء برضو أثناء النوم أمر يعني محير شوية ولكن أغلب الظن أنه بيكون سببه الرضاعة طلب الرضاعة ياه هو طبعا الرضاعة بتكون أهم سبب وليست السبب الوحيد السؤال الأخير في حلقتنا النهاردة بيقول هو طبعا من غير اسم يعني ليه سؤال أرجو الاهتمام بنتي ماكملتش سنتين وبتضرب الأطفال اللي في سنها هي حركية جدا بس بقالها أزيد من عشر تيام الصفة دي ظهرت عليها وكمان محتاجة أعرف سن دخولها للحضانة وفعلا صحي لها ولا سبها معايا أنهي الأفضل وجزاك الله خيرا معلش أنا أجاوبك بسرعة عشان وقت الحلقة خلص طريقة اللعبة مع الطفلة هي اللي بتحدد التصرفات بتاعيتها بعد كده حتى لو احنا بنهزر مع الطفل بأيدينا ونيجي نهجم عليه وكده بهزار طبعا وبحب وبدلع وكل حاجة بس الطفل بعد كده بيتبنى هذا النموذج اللي احنا عملنا معاه وبيعمله مع أطفال تانين الكارتون 99% من الكارتون اللي حضراتكم لو قعدتوا كده قدام الكارتون هتفهموا قصدي هتلاقوا أن معظم الكارتون عبارة عن عنف الناس عملا تخبط بعض على دماغة ويدرابوا بعض ويدرابوا بعض على وشه حاجات عجيبة جدا فالطفل بيقلت برضه السبب اللي بعد كده أن التطور الحركي عند الطفل وبيوصاحبه تطور استخدام الإيدين بيخلي الطفل عايز يستخدم الإيدين دي وألعاب السبب والنتيجة هي المحرك على فكرة عند الطفلة دي مش حاجة تانية يعني مش الرغبة في العدوان أو الحق الأذى بالآخرين ألعاب السبب والنتيجة إيه اللي هي فاكرين لما كنا بنجيب لعبة للطفل لما بدوس على الزرار ده اللعبة دي بتنور لما بدوس على الزرار ده بيطلع صوت صحي كده فهي بالنسبة للطفلة لما بتعملي كده على الطفلة التانية بتطلع صوت إنها بتعيط أو لما بتشدها من شعرها أو لما بتزوق إيه فهمتوا قصدي؟ فهو الطفل في العمر ده بيعمل أكن الموضوع لعبة فدورنا إحنا إن إحنا ننبهه لا دي مش لعبة خلاص لازم نخلي بالنا من الحاجات دي قوي وما تتعاملوش معاها بتوتر بس في نفس الوقت تتعاملوا معاها بحكمة وبأمان عشان لا ابنكو يبقى مصدر ضرر للآخرين ولا إن هو يتعود على مثل هذه السلوكيات خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي بكل خير في حلقة جديدة من يحكى أنه سلام عليكم شكرا